لو انت من الناس المهتمية بالالتحاق بالكلية الحربية سواء كنت طالب او سواء كنت طالبة من خريج الجامعات الحكومية او الجامعات الخاصة فالفرصة جت لك لحد عندك لو عايز تعرف بقى الشروط العامة للقبول ايه وهي التخصصات المطلوبة سواء من الذكور او الاناث وكمان لو عايز تعرف ايه هي الشروط الخاصة لكل تخصص وكافية التقديم وحاجات تانية كتير في الفيديو ده ليك فتابعوني ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وتنساش تفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد تعلن القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من الطلبة خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا دبلومة ماجستير دكتوراه للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021 اما عن الشروط العامة للقبول واحد ان يكون الطالب مصري الجنسية ومن ابوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وان لا يكون الطالب او ابويه مكتسبين جنسيات اخرى اثنين ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او جريمة مخلة ثلاثة ان يكون الطالب حسن السير والسلوك اربعة ان لا يكون الطالب قد استقال او فصل تأديبيا من اي كلية او معهد او مدرسة خمسة ان لا يكون الطالب قد اعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ستة ان يتم ارفاق بين المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من ادارة او منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم سبعة ان لا يقل الطول للذكور عن مية وسبعين صمتي والاناث عن مية وخمسين صمتي تمانية ان يكون الطالب لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية من الكومسيون الطبي للكوات المسلحة ولا يجوز اعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حال عدم لياقته الطبية تسعة ان يكتنز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز له اعادة الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حال عدم اكتيازه الاختبار عشرة أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار كفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد حداشر أن يكتاز الطالب الاختبارات النفسية اتناشر أن يكتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة تلاتاشر أن يكتاز الطالب الاختبار الشخصي كشف الهيئة وفقا لتقييم اللجنة أربعة عشر أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية خمستاشر أن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملته بالدرجة العلمية الحاصل عليها ستاشر أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بارتداء الزي العسكري والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ الانضمام وبعد التخرج سبعتاشر أن يكون الطالب حاصل على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات إذن الكلية الحربية بتقبل فقط الحاصلين على الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط لكن طبعا المعاهد العليا أو أي أكاديميات فلا تقبلها الكلية الحربية تمنتاشر يسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد الكوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الضوابط يعني الضباط الاحتياط أو الضابطات المكلفات الموجودين دروقتي حاليا في الكوات المسلحة وعايزين يقدموا في هذه الدفعة مفيش أي مشكلة بس طبعا بنفس الضوابط تسعة عشر أن يكون الطالب حاصل على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في نفس التخصص عشرين بيان المستندات المطلوب تجهزة ومكان استخراجها موجود طبعا على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت أما عن تعليمات تسليم الملف والأوراق المطلوب تسليمها في الملف الرئيسي إن شاء الله يكون لي فيديو خاص به عشان طبعا ما نطولش على حضراتكم واحد وعشرين يجب على الطالب السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن نظرا لأن استخراجها يستغرق وقتا طويلا مما يؤدي إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول يعني سيادتك ناوي تقدم في الكلية الحربية طبعا على طول تبتدي دلوقتي بتجهيز الأوراق المطلوبة أما عن التخصصات المطلوبة والشروط الخاصة لكل تخصص أولا التخصصات المطلوبة من الأطباء ذكور فقط الحاصلين على درجة دبلومت الدراسات العليا الماجستير الدكتوراه من كليات طب الأسنان صيدلة طب بطري بالشروط الآتية اللي يزيد السن في 1.1.2021 عن الآتي طب الأسنان الحاصلين على درجة دبلومت الدراسات عليا ماجستير 32 سنة أما الحاصلين على درجة الدكتوراه 36 سنة 2. السيادلة والطب البطري الحاصلين على درجة دبلومت الدراسات عليا أو ماجستير 30 سنة أما الحاصلين على درجة الدكتوراه 34 سنة 2. التخصصات المطلوبة من المختلط ذكور فقط الحاصلين على درجة دبلومت الدراسات العليا الماجستير الدكتوراه 1. العلوم تخصصات كيمياء خاصة كيمياء مزدوجة مايكروبيولوجي كيمياء حيوية حيوان بيولوجي فيزياء حواسب وتكنولوجيا المعلومات 2. حاسبات وتكنولوجيا المعلومات 3. تجارة محسبة فقط 4. تربية ريضية حقوق زراعة 5. لغاية أقسام إنجليزي فرنسي عبري ياباني لغة عربية 6. اقتصاد وعلوم سياسية 7. أداة بعلم نفس وعلم اجتماع 8. علاج طبيعي 9. الإعلام والصحافة 10. سينما 11. فنون جميلة نحت رسم 12. تربية موسيقية وذلك بالشروط الآتية اللي يزيد السن في 1.1.2021 عن الآتي 1. الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير 30 سنة 3. أما الحاصلين على درجة الدكتوراه 34 سنة 3. التخصصات المطلوبة من الإناث 4. الحاصلات على الدرجة دبلوم الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه من كليات صيدلة 4. أداة بعلم نفس رئيسات تمريد 5. وذلك بالشروط الآتية 5. الذي يزيد السن في 1.1.2021 عن الآتي 1. الحاصلات على درجة دبلوم الدراسات عليا أو ماجستير 30 سنة 6. الحاصلات على درجة الدكتوراه 34 سنة 6. أما عن مدة الدراسة في عام ميلادي لجميع التخصصات 6. أما عن المؤهل الدراسي الذي يمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية 7. إجراءات التقدم للالتحاق بالكلية الحربية 7. سيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية 8. اعتبارا من يوم السبت الموافق 9.1.2021 8. وحتى يوم الثلاثاء الموافق 19.1.2021 9. وحرصا على سلامة المتقدمين للالتحاق 9. وللحد من انتشار فيروس كورونا 10. سيتم تسجيل البيانات الابتدائية 10. على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الانترنت 10. اعتبارا من يوم السبت الموافق 21.2021 10. وحتى يوم الخميس الموافق 14.1.2021 10. وسيتم تحديد معاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا 10. وذلك لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد 11. كما سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف 12. أما عن تعليمات تسليم الملف والأوراق المطلوب تسليمها في الملف الرئيسي 12. إن شاء الله يكون لي فيديو خاص به 13. عشان طبعا ما نطولش على حضراتكم 14. وإن شاء الله كل واحد ينول اللي يتمنى 14. كان معكم مستر أحمد علي 15. وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله 15. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته